ما شاء الله طيب أنا أنا الناس لما عرفت معظم النجوم الكبيرة ومعظم الناس المسؤولين عن الكرة والرياضة في مصر لما عرفوا من الكابتن على أبو جريشا معايا النهاردة كل واحد قولك أنا عاوز أوصل كلمة للكابتن على أبو جريشا أوي كلمة لفاكة الكرة المصرية أوي كلمة للهر والهر ديت أنا عاوز بعد ما أنا شوف التارير ده هرجع لك تاني عشان تقول لي إيه إيه السر في كلمة الهر دي أوكي فأنا لحد دلوقتي مش عارف أخبارها إيه معانا المهانس محمد عادل آه طبعا طبعا معانا تقرير لي شوف هيقول إيه ونرجع تاني نرد عليه طيب على بو جريشا موهبته كانت غير عادية وأخلاقه غير عادية ويمكن أنا دايما من أصحاب النظرية دي الأخلاق وعقلية نطجة جدا وخلق عادي وبعدين فكت الكرة المصرية يعني أنا منساش ماتش إنجل بير في أواخر أوائل السبعينات يمكن وأنا رايح أتفرج في استاذ القاهرة على الكابتن على بو جريشا تحديدا لأنه كان الكرة لو كنا نفتكر ما كانتش وقفه كان الإسماعيلي هو وكان الفاكهة بتاعتنا كابتن على بو جريشا في آخر فترات إدارته معانا في الشركة إحنا الحقيقة استعاننا به كاستشاري لمجلس الإدارة أو مستشار لمجلس الإدارة في شؤون الكون الحقيقة لما مسكنا الكرة في المقاولين العرب كان رئيس مجلس الإدارة يامع المهانسي براهيم محرب وجبنا الكابتن على بو جريشا كمستشار لنا ولمجلس الإدارة لأن احنا كلنا كنا لسه بنمارس هذا العمل وبالتالي كان أكتر واحد سندنا ودعم لنا في هذه الفترة كان الكابتن علي يمكن في حاجات كتير أنا أتذكرها جايز هو ما عرفش فاكرة ولا لأ لكن أنا أتذكر كويس قوي أن احنا لما جينا حبينا نكون فرق أو كنا بنكون الفرق في خلال فترات الصيفية كان طبعا الكابتن على بو جريشا هو المستشار والدعم يعني درجة أنا منساش الفرقة اللي جيه بعد كده دربها كان مدربة الكابتن محمد رضوان في آخر الموسم وجبنا الكابتن طه بصري اللي يرحمه ويمكن اللي نقل الفرقة دي كلها كان الكابتن على بو جريشا وأعتقد أن حققت يامها نتائج من أفضل النتائج كانت في هذا الوقت اللي هذا التاريخ ما فيش لعيب زي لعيب في موهبة الكابتن على بو جريشا ما زالت موجودة وربنا يوفقه ويديره الصحة ودايما عينه فاحصة أنا من وجهة نظري في هذا التاريخ من القلاء جدا الناس اللي بتقدر تنقي ناشئين وبحط إنها وبيبقى يعني كلامه تسعين في المية ما فيش طبعا حاجة مية المية صح وبعدين بقى إذا كنا بنتكلم عليه كل أنا أشاكي فإن معظم اللعيبة اللي كانوا بيبقوا ناشئين في نادي الإسماعيلي بقى داخير المويل العرب كانت بتبقى معظمة من اختيارات الكابتن على بو جريشا أظن بعد الكلام ده كانت تنعلي مطابق لنفس الكلام اللي أنت كنت بتقوله أيها طيب